اشهدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب نجاح موسم عاشراء ومناتج عن الجهود الرسمية والأهلية في إبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين والتي تعد أنموذجا متقدما في الحريات الدينية وحاضنة للتنوع والتعايش وأشارت معاليها للتصريح الذي تفضل به جلالة المالك المعظم رعاه الله بمناسبة نجاح موسم عاشراء معربة عن إشاداتها بالمضامين السامية التي تمثل مرجعا دائما لمسيرة الوطن في الانفتاح على أفاق أرحب من قيم السلام والإخاء والتعايش بما يحقق صالح الجميع وثمنت معاليها الجهود الوطنية المخلصة الذي بذلها فريق البحرين بقيادة سمولي رئيس مجلس الوزراء حفظ الله وما قامت به مؤسسات الدولة من دور فاعل وجهود متكاملة حققت الترجمة المطلوبة للرؤى الملكية السامية في تأمين ممارسات الشعائر وأشادت معاليها بالجهود الرسمية لوزارات ومؤسسات الدولة وفي مقدماتهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة وإدارة الأوقاف الجعفرية وفرق العمل التطوعية بجانب الجهد الطيب للعلماء والمشايخ الأفاضل الذي ساهم في تعزيز الوعي والمسئولية الوطنية تجاه المجتمع ترجمة نانسي قنقر